موسيقى يا رب تكونوا بألف خير وصحة جيدة كده يا رب ويطميني عليك وكلكم ميجيب حاجة وحشة للمصر وشعب مصر والدول العربية جميعا ميجيبش حاجة لأي وحشة لحد يا رب ويعافي الناس كلها يا رب بلعناك كورونا وفيروس كورونا نهاردة يا باركو للمون اللمون هنحتفظ به في الفريزر سهل وبسيط ويقعد معاك دي السنة للسنة ويقعد معاك الرمضان كل سنة طيبة وعشان كمان دخول الشتاء والفيروس نحن نحب نعمل للمون كتير اي حاجة فيها للمون يا بنات حلوة بترفع المناعة قوي 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 يا ليت يا بنات الاول مرة يشوف الفيديو هي تشرفني اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد النهاردة هنفرز اللمون بطريقة سهلة وبسيطة على طريقتين طريقة نحتفظ به في التلاجة تقعد معانا بالشهر والشهرين بالثلاث شهور غد اخر اللمونة ما يبقاش في اي حاجة وطريقة تانية هنحتفظ به في الفريزر ملاحظين ان انا جايبة فيه اخضر تمام زي ما انتوا شايفين كده انا متعمدة ان انا نقي اللمون بتاعي اخضر تمام عشان هقولكو هنعمل بي ايه يلا بنا على الفيديو ونسمي الله ونبدأ الفيديو هفتح بس الكياس دي شايفين اللمون حلو ازاي صابح على فكرة اللمون مش غالي عفوا انا جايبة اتنين كيلو لمون اتنين كيلو ونص لمون تمام اللمون يا بنات حلو قوي تمام تفريزه وتكفيفه في التلاجة سهل وبسيط جدا نزله هاته لمون عشان كمان نشتها وعشان الفيروس ربنا يعافي كل واحد يبقى الحاجة عندنا اللمون بيوصل لبناتنا خمسين ووصل لمية جنين حروم احنا يعني الناس هتجيب منين ما نعمل حاجتنا كمان عشان ينفعنا في رمضان تمام والسلطات والكلام ده كله والحلويات ما بنا نستغناش عن اللمون بده ما نخبط يا يا جارت ما عالش عندك لمونة كل حاجتنا يا بنات نقلم نفسينا وننظم نفسينا ان احنا حاجتنا تبقى عفل ان احنا حاجتنا تبقى من البيت لا ناخد شهرة من حاجة ننظم نفسينا ممكن اي ذلك ممكن حاجة يجيبه تحب اعمل كباية لمونات او حاجة لكن اللمون زي ما اقول لكم حدو او بيرفع المناعة طب انا ايه هابتقى الفيديو عشان مطولش عليكم تمام هاجيب حاجة عشان اخسر طبعا اللمون بتاعي واخسله كويس جدا وان ضرور يا بنات نخسر اللمون كويس جدا هاجيب بولا تمام وهامل ادواتي هاولوكم هاملو هفضي فيها اللمون بتاعي ضرور يا بنات نخسله كويس جدا جدا انا كده معلش البولا الثانية كزغيرة فانا اجبت بولا اكبر عشان اتحكم ان انا اهرف اخسله للمونة للمونة من المنظر ده انا بحب اجيب اللمونة وصط زي ما انتم شايفين كده هو فيه اكبر عن درجة بتاع اللمون بس انا بحبها وصط عشان ااخد اللمونة استخدمها مجمش حاجة عشان حروقها وزي ما عودتكم يا بنات دايما هل يبقى عندنا كيس في الفريزر الاحتفاظ بيه باشر اللمون اشر اللمون ده حلو جدا يا بنات ونعمل به وصابات كمان البشرة وهنعمل فيه وصابات للصابون ونعمل فيه وصابات كتيرة جدا 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 تمام؟ ما نلمش استعملنا اللمونة كيس في الفريزر ونحط فيه اشرة اللمونة تمام؟ كده حاجة بسيطة جدا طيب الى دلوقتي هعمل ايه؟ هقول لكم هعمل ايه؟ دلوقتي دروري ان انا انزل عليه خل الابيض تمام؟ ده خل الابيض يابنيت تمام كده؟ هنزل عليه كباية خل الابيض او نص كباية زي ما تحبين حسب كمية الغزيز بتاعكم اسفة انا خبطت الكاميرا معيش تمام كده؟ وهنقعوا في مره باية ساعة او عشر دقيق زي ما تحبين تمام؟ هام حاجة ان الخل بيكصف ميكروب اي ميكروب اي حاجة جايبينها لازم نغسلها بالخل تمام كده يا بنات؟ هسيبو شوية وارجع هنعمل ايه تاني خلكم معي هنسيبتو لبعا ساعة تمام كده؟ بصوا بالمنظر ده قوسكت لمونة لمونة لمسكها ونعملها كده ان بسعب تبقى في حاجات لازقة تمام؟ بصوا يا بنات انت كلكو زي الفل وابتا افضر من كل حاجة بصوا تمام؟ ضروري نخليها جيتنا زي الفل تمام كده؟ كل لمونة ندعكها كويس كده تمام؟ بصوا ماء بتاعتو والسخد هروح بقى ادلق الكلام ده كله هشطف اللمون كويس جدا تحت الحلفية وهرجع لكم هنعمل اتاني خليكم معي الاخر الفيديو شطفت اللمون بتاعي؟ حطوك مصفة بالصفة بالمنظر لانتو شايفينه ده هنعمل بعد الوقت انا هقولك وصفة التلاجة الاول غات اللمون ما يصفي معي هنقي بصوا يا بنات اللمونة القادرة اللي انا بنقيها هنعم كده بصوا زي ما انت شايفين كده هعمل ادلوقتي بطرمون شايفين؟ بصوا يا بنات بطرمون بطرمون هحط في اللمون بتاعي اخضر هنقي كده اللمون بتاعي الاخضر هنقي اللمون الاخضر يا بنات هنصب بنات اللمون الاقضر يا كده مص بنات هنطح البطرمون كده عشان طلع منه الهواء الاخضر بتاعي المصوا كمان دي وحتاج دي ابنينة حشان كده انا مش هزول التقدرة من كده عشان هقولك هعمل ايه تاني اللمون بتاعي على جلب كده در المنظر دائت لواحدة خضره انا سفتها اهي اضعه سيطال الله عليك تمام بصو زي ما انتو شايفين بالمنظر تمام كده تمام هعمل ايدي الوقت يا بنات هنزل عليه بالمية تمام كده هنزل عليه بالمية بس قبل ما هنزل بالمية هنزل عليه بنص كباية من الخل خلي الابيض زي ما قطوركم يا بنات اللي هو بصو خلي الابيض اللي هو ده نص كباية نص كباية ده تمام كده نص كباية خلي الابيض اهو هنزل الاول عشان اما حطوا المية بتاعتي المية بتاعتي تبقى تطلع مع الحلف تمام هنزل بقى كده بسم الله الواصفة دي يا بنات تقعد اللمونة في التلاجة بالتلات شهور مش هيكرارها اي حاجة انا هتطر نقشيل اللمونتين دول لان انا عايزة اللمون بتاعي يتغطى مية انا لو حطيت اللمونتين هاي امليان جدا تمام لازم اغطي مية خالص لاني مكونش فيه هوا عشان هوا بيعمل بكتريا تاخدوا لكم النقطة جهة بنات بصو انا مالية البطرمون تمام لغات فيه مالية البطرمون بتاعي لغات الاخر تمام هاقفوا بقى البطرمون كده اضغط علي كده كويس اهو تمام اقلب البطرمون بتاعي كده عشان الخل تمام كده بصوا باي بنات ده هيقعد معاكم بالتلات والاربع شهور تفريش تاخدوا معاكم على طول ده بالتلات والاربع شهور هيقعد معاكم اللمون ده type كل 10 يام كمي نزال خلخ مية نظيفة كل عشرة ايام نزال خلخ مية نظيفة طيب تمام كده نظر وابتدي ألوش في اللمون بتاعي اي بقى فوت عندوك اي痛ك فوس اتحقق كده تمام نحط عليها اللمون بتاعنا ضروري ان احنا ننشف اللمون ده عشان ماعملش بكتريا تمام ننشف كويس جدا انا بصوك بالبنزر ده كده وهنشفه واحدة واحدة تمام واحدة واحدة وهقول لكم هنشف بقيته ازاي همسك طرف الفوطة بتاعتي او الحتة بتاعتي تمام قتدي اعمل كده تمام بصوك زما انتم شايفين كده لمونة لمونة كده تمام هعمل ايه الوقتي هقول لكم هعمل ايه خليكم معايا هقول لكم هنعمل ايه تاني جبت كيس معايا نضيف كيس سندوتشات او كيس نضيف من الاكياس بتاعتنا بتاعتي التلاجة وهبتدي امسك بصو بنات لمونة لمونة بالمنزر ده زي ما انتم شايفين بصو مافيش مياه خالص شايفين اهم حاجة مايكونش فيه مياه خالص بصو لمونة لمونة كده ونشفه كويس جدا ونحط فيه في الكيس بصو بنات اهيه ناخدش معايا حاجة خالص ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة اهو تمام كده اهو انا هعمل معاكو كام واحدة تمام وانا ايه هكمل بيت الليمون الطريقة دي حلوة فيه طريقة تانية يا بنات هكلم معاكو بس وانا بنشف الليمون فيه طريقة تانية اللي هي هقولكو ايه اللي هي احنا بنجيب الليمون ونقسمه ونعصره بالعصارة ونحطه في اللي هي بتاعت مكعبات التلك بتاعت الفريزر تمام كده لا ده مش صح ده مش صح اتقولي ليه يا مرفض بقول ليه مش صح ليه اولا الليمونة ما دم اتعصرت الليمونة بتمرر الليمونة بتمرر يا بنات لكن كده الليمون ده هيقعد معي من السنة للسنة هطلع الفريش هاشتغل بازاي طب انا هشتغل بازاي الليمون هقولكم انا مفترض طلعت انا ليمون من الفريزر تمام خدت ليمونة اثنين ثلاث حسب ما انا عايزة هجيب كباية مية كباية مية زي كده تمام انا هقولكم بس كده انا ما عندش حالين في الفريزر خلص صراحة بس فانا انا انا كده انا ما خليت لكوش اتنين او رهم لكم تمام بجيب كباية مية زي كده بنزل بها باللمونة بتاعتي من الفريزر تمام كده بس سبهم يفقوا خلص فكت الليمونة بتاعتي خلوكم معي بس سواني فكت الليمونة بتاعتي تمام اسمتها بالسكينة واصرتها ونزلت معي مية وزي الفل اكنو زي بصوا فرش بالزبط يعني اعتبروها لمونة طوضا تقولي لأ ده الليمون بيبوز الليمون بيطرق ده الليمون بيعمل لا 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 بيمرر لا 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 ولا اي حاجة صدقوني ولا اي حاجة الليمونة بيجرناش اي حاجة اللي بيمرر هو الليمون اللي في التلك يا بنات طب انتو لو جربوا كده اعملوا شافش الليمون اللي هو الليمون بسكر ده اعملوا شافش الليمون والسدوه عشر دقيقة عشر دقيقة كوبية الليمون تعالوا شابه بعد عشر دقيقة لها مررت تمام؟ يعني ده عن تجربة انا جربت كل حاجة بس الطريقة دي انا بمشي بها من سنين السنين بمش على طول بالطريقة دي تمام؟ انا هكمل كمية بتاعتي وهرجع لكم تانية عشان برضو الفيديو ما ايه ما يطابلش عليكم انا شفته كله بالكلام ده انا شفته كده كويس اوي سبت عشر دقايق تهوى بصوه هيدا اقول لكم اسهل حاجة بده ما يمسك واحدة واحدة بصوه نباش اي مية هالموا بالمنظر ده كده في كيس بس كبير شوية مش يعني كيسة لو تشتة يبقى صغير لا كيس محكم حلو كده تمام؟ عشان الليمون ياخد راحته تمام؟ خدوا باركو برضو من نقطة التنشيف الليمون يا بنات عشان مش بكتيريا في الفريزر هو ده اللي بيبوز الليمون طريقة التغزين باك الليمون هي البوز الليمون نقول بلنا ان احنا بكون مصوا من الشفين كويس جدا تمام؟ ولا هيسرع معاك ولا هيبوز ولا هيامل اي حاجة وهتطلع الليمون ازاي الفريزر سلطة تملي يا سمس و سمطي برمضان جاي الليمون ده بيبقى غلي جدا في رمضان عشان السلطة عشان الاسماك والحاجات المشويات فحاجتنا يا بنات في بيتنا بسي بسمنا ما شاء الله اثنين كنونس وانا خدت نص كيلو في البطرمان ده تمام؟ يبقى انا كده معايا كين كيلو ليمون ده وهيكفوني من السنة للسنة من السنة للسنة تمام؟ هعمل ايه دلوقتي؟ افرغ الهوى افرغ الهوى في نقطة جانه هقولكم عليها دلوقتي خلوكم معايا بسو هربط كده كويس جدا تمام؟ هربط كويس جدا تمام؟ هقلب اللمون بتاكد سواني كده خلوكم معايا هجب سكينة زي كده بس اهي اهي دي بقى تكة دي تخلي اللمون ما يخش بوش هوا نهائي بسو خرم صغير كده 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 فرحنا منه الهوى خالص نهائي كده مش هيجرروا اي حاجة داي فول هنطلع اللمونة هنستعملها وهتبقى معايا اللمونة حلوة جدا وهتعجب جربوا الطريقتين دول ستدقوني بأمانة اللمون هيقعد معاكو بالسنة وبالسنة ومص وبالسنتين لو حبين حسب استعمالكو هرفوان بس يزوري واجهان شوية فهيقعد معاكو بالسنة لسنة اللمون اللي احنا هنفرزه يبقى اصفر ما يبقاش اخضر ما عليش انا اسفن انا بس باديكم ملحوظات كده ما عليش عشان خاطر الحاجة حرام الواحد يبقى جايب الحاجة ومكلفها الحاجة تطلع كويسة معنا اللمون يا بنات يبقى اصفر بالمنظر ده شايتين اصفر بالمنظر ده ما يبقاش اخضر اللي يتعمل اخضر بس انا عشان ما لقيتش عندي بتاع اللمون اخضر كتير فانا يعني نحب زغرين الخض انا هستعمل الاصفر بعد كده انا هحط الاخضر ده من تحت وابتدي استعمل الاصفر عشان الاخضر ده هيسفر من مياه تمام كده يا رب بيكون الفيديو خفيفة عليكم يا رب بكون وصلت لكم معلومة تستفدوا منها يا ريت يا بنات الاول مرة يشوفوا القناة واول مرة يشوفوا الفيديو يا ريت تشرفني اشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ولايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصلكوا اكبر عدد يستفد منه وانا زعلانة يا بنات وعايز اقول لكم نزعلة من اول الفيديو وبرداش اعمل فيديوهات عشان بلاقش تشجيع لازم يا بنات تشجعوني عشان اقدر اجيب لكم كل جديد وصور لكم كل جديد وصور لكم كمان كل حاجة جديدة لان الواحد بيبواقف ومصور وتعبان وكده وما بلاقش تشجيع منكم شجعوني باللايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس شوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد اقول لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة